نعمان بن مقرن رضي الله عنه استشهد فأرسل إليه يعني بعض الصحابة أنه استشهد فلان نعمان بن مقرن رضي الله عنه وفلان وفلان قال وآخرون لا تعرفهم فبكى عمر رضي الله عنه للاستشهاد بعض أصحابه المقربين منه وهو يقرأ قال وآخرون لا أعرفهم ولكن الله يعرفهم الله يعلمهم فليس المهم أن تكون معروفا عند الناس والله حتى لو لم يبالي بك الناس لم يقدرك الناس لا تغتم لا تحزن الآن للأسف بعض الناس هكذا تجدوا مهموما لماذا والله فلان يعني ما تعامل معي جيدا فلان مرعري ما سلم عليه فلان ما أعطاني حقي فلان كذا أنا كان الواجب أن يقدرني الناس أنا أستحق كذا أستحق الترقية كذا أو المنزل كذا أو الراتب كذا وأنا كذا ويكون مهموما ومغموما بسبب هذا بسبب حال عند الناس الناس ماذا يقدمون لك والله ما ينفعونك ولا يضرونك بشيء عند الله تعالى فهذا إذا تمكن في قلب المسلم أورثه إخلاصا عظيما لله خلاص ما ينظر إلى الناس ما يبالي بالناس فيعمل العمل لوجه الله كل عمل يعمله يكون لله ما يبالي هذا من أعظم ما يكون من صور الإخلاص لله تعالى نسأل الله تعالى نعيننا على هذه المراتب العظيمة